تفتكر لو حطينا الزرافة والحمار الوحشي والحصان والقايل في خلاط وخلصناهم كويس جدا طيب معلش اخلطهم تادي كده معايا يا ترى ايه شكل الحيوان اللي ممكن يطلع اللي هيطلع هو الاوكابي الاوكابي حيوان طلع من الخلاط حلقة النهاردة من زوريا بدقتين وانا احمد صلاح الاوكابي هو حيوان غريب جدا في شكله تحس كأنه حيوان طلع من الخلاط او انه مجمع اجزاء جسمه من حيوانات كتير مختلفة فمثلا الرجلين شبه حيوان الزبرة او الحمار الوحشي الراس شبه الايل الجسم شبه الحصان وطويل زي الزرافة تحس انه مجمع نفسه كده من مجموعة حيوانات او انه بواقي من مجموعة حيوانات بس في الحقيقة حيوان الاوكابي هو حيوان مش هجين وانه نعمل فاصل بذاته بس هو لشكله كده طيب لما نحب نصنفه نحطه تبع انهي حيوان يعني هو اقرب لانهي حيوان من الحيوانات الكتير دي هو متصنف تبع عائلة الزراف والعائلة اللي بتضم الزراف فيها حيوانين بس هم الزراف والاوكابي وده لأنه فعلا أقرب للظراف طويل زي حيوان الظراف لما تيجي تبص على راسه هتلاقي عنده أرنين والأرنين مغطاة بالجلد زيه زي الظراف والمعدة بتاعته بتتكون من أربع غرف هي معدى معقدة زي المعدة بتاعت الظراف ولسانه طويل لسانه بيصل طوله لحوالي 30 سنطي لسانه طويل زي لسان الظراف وبيتغذى على أوراق الأشجار العالية زيه زي الظراف وعلشان كده تم بتصنيفه تبع عائلة الظراف وبسبب التشابه الكبير ما بينهم أطلقوا عليه اسم زراف الغابة يعيش حيوان الأكابي في مكان واحد بس في العالم مش موجود في أي مكان تاني المكان ده هو دولة الكنغو الديمقراطية والحيوان اللي بيعيش في مكان واحد بس بيكون قابل للانقراض عن أي حيوان تاني وده لأن لو حصلت كارثة لقدر الله في هذا المكان مش هيكون في بديل تاني للحيوانات دي الحيوانات هتموت في المكان ده وبش هيكون لها بديل تاني يكمل السلالة وفعلا حيوان الأكابي هو حيوان معرض للانقراض بسبب أن بعض القبال الأفريقية بتتبع حيوان الأكابي علشان تتغذى على الحومه والبعض التالي بيصطاد حيوان الأكابي علشان يحصل على جلده جلد حيوان الأكابي هو غالي لأنه نادر بس أكبر خطر بيقابل حيوان الأكابي هو فقد البيئة الطبيعية اللي بيعيش فيها هو بيعيش في الغابات والإنسان بيضمر الغابات علشان يستفيد من الأشجار أو يحل مكانها الزراعة الحيوان مش لاقي مكان علشان يعيش فيه وبالتالي بيموت وينقرض ولأنه حيوان مميز ونادر وموجود في مكان واحد بس ده خلى الـ IUCN أو الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بعمل محمية طبيعية في دولة الكنغو علشان تحمي حيوان الأكابي من الانقراض وتحافظ على الأعداد الموجودة فيها وتنميها وقترها بس نتفاجئ سنة 2012 بمجموعة من الميليشيات المسلحة تدخل المحمية وتقتل 6 أفراد شغالين في المحمية و14 حيوان أكابي طيب هم ليه عملوا كده؟ المجموعة المسلحة دي كانت عايز تبدي اعتراضها للحكومة لأنها منع الصيد الأفيال وقفت التنجيم عن الدهب بداخل المحمية طيب والأكابي زنبه إيه؟ 14 حيوان أكابي يموت ده عدد كبير جدا بالنسبة لحيوان معرض الانقراض ولغاية وقتنا الحالي أعداد حيوان الأكابي في تناقص مستمر والحيوان ما زال معرض الانقراض حيوان الأكابي بيلعب دور مهم جدا في البيئة اللي هو عايش فيها وانقراض الحيوان أكيد هيأثر سلبا على البيئة اللي هو عايش فيها وده هيعود في الآخر بالخراب على الإنسان لأن زي ما احنا عارفين أن كل حيوان مخلوق الهدف والغاية والغاية الأكبر هي حياة الإنسان على هذه الأرض لو عجبتك الحلقة بتاعت النهاردة ما تنساش تعمل لايك وشير ولو أنت على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبس كرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من زوريا فدقتين وأنا أحمد صلاح